ما حدث في قطاع الكهرباء والطاقة بيفوق تصورات اي واحد حتى اكبر واكثر المتفائلين تتحول مصر المزلمة الى مصر المنيرة المنارة الى مصر دلوقتي التي تبحث عن كيفية تصدير الطاقة هنصدر الطاقة لمين عشان نحقق ايه والفين عشان نعمل ايه النهاردة رئيس الجمهوري بيطالب المجموعة المختصة بسرعة الانتهاء ودراسة الربط الاقليمي الربط الاقليمي عن طريق الاردن للدول العربية ومن الدول العربية ممكن الى اوروبا ومن السودان للقرن الافريقية وممكن ربطك الربائي عن طريق ملطة او ابروس الى اوروبا اللي بيحصل في مصر ثورة في مجال الطاقة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني والله لا ابالغ ولا اقعر ولا احدب ولا اعلن امام الناس اي اخبار او معلومات او ارقام على غير حقيقاتها والله على ما نقول شهيد واللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى اللي مش شايف اللي اتحقق في مصر في مجال الكهرباء والطاقة طاقة المتجددة طاقة النظيفة الطاقة النووية اللي كان حلم المصريين اللي في الضبع اللي شغالين فيها دلوقتي طاقة الرياح الطاقة النظيفة الكهرباء ويتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة سواء المواد البترولية او المحروقات او غيره احنا حصل لمصر وفي مصر ثورة حقيقية غير مسبوقة في مجال الطاقة